السلام عليكم ورحمة وبركاته ومشاهدين الكرام أهلا وسهلا بحضرتكم في أيام القرآن وفي أيام النفحات التي يتجلى بها علينا الرحمن سبحانه وتعالى في أيام شعبان وفي استقبال شهر رمضان شهر القرآن علموا أولادكم القرآن والقرآن يعلمهم كل شيء القرآن منهج حياة القرآن دستور القيم القرآن هو قانون الأخلاق القرآن هو كلام الله المنزل على حبيبه صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته في رحاب الأزهر تهتم دائما بحفظة القرآن وبقراء القرآن وم المبتهلين الذين يطوفون في بستان القرآن العظيم أهل القرآن هم أهل الله وخاصة دايما نشير إلى أنه يجب أن يكون القرآن في كل بيت وأن يكون لكل واحد مننا وردا يوميا يقرأ فيه القرآن الكريم ويجب علينا أن نحافظ على نهج ومنهج القرآن والاتزان في فهم القرآن وقراءة القرآن والتعامل مع القرآن أرحب في بداية اللقاء بضيفي وضيفكم اليوم دعية من دعاة شباب الأزهر الشريف القادمون إلى الساحة الإعلامية بإذن الله تعالى بخطة ثابتة فضيلة الشيخ سعد زغلول حسن أهلا وسهلا يا مولانا أهلا وسهلا بك دكتور شرفتنا ونورتنا شرف لي والله بيض القرآن على جسدك وعلى قلبك وفي قلبك وفي قلبك إن شاء الله الحقيقة أن القرآن يطفي على الإنسان بهاء وقار دخلي فتجد حامل القرآن وإن كان صغيرا تجد الكبار والعظماء يعظمون له ويجلونه ويوقرونه ويرحبون به ويجلسونه في مقدمة المحافل هكذا القرآن يرفع صاحبة لأن القرآن يشفع وينفع ويرفع من وإحنا صغيرين كان القرآن بيعمل الواحد فينا مهابة يبقى طفل صغير كده تسع سنين عشر سنين ويجد نفسه يجلس في جلسة العظماء والأكابر والعمد يجلسون إليه واستمعون إليه وتحدثون معه كأنه رجل كبير صغير السن لكنه كبير المقام تعرفون بسبب ماذا؟ بسبب القرآن سنتحدث اليوم عن القرآن وأثر القرآن في حياة المسلم لكن دعونا نتعرف من ضيفنا أولا كيف حفظ القرآن ومنذ متى تعلم القرآن وفي أي عمر وعلى يد من حفظ القرآن الكريم بعد أن نرحب به تفضل شيخنا تعالى والسلام بك أهلا أنا سعد زغلول حسن أحمد حفظت القرآن في سن مبكرة عمري سمان سنوات الحمد لله حفظته على أيدي والدي لم أذهب إلى كتاب قرية ولا أي شيء إلا أنني حفظت القرآن على أيدي والدي يعني ولدك محفظ أصلا أنا ولدي مدير عام بالأظهر الشريف يعني اختصك بالتحفيز حفظني بالقرآن الحمد لله حفظت القرآن على يده كتابة وتسميعا أنا عمري 8 سنوات ما شاء الله وهو كاللي الفض الكبير إن أنا أحفظ القرآن الكريم وأنا أدينه بالفض له ذو لحياتي لأنني حفظني النور في الدنيا والآخر صحيح حفظني القرآن إنما كنت أكتب سورة سورة البقر سورة أر عمران سورة النساء أسمعها له وأكتبها بخط إيدي يا سلام فقال الشيء الذي يحفظ يكتب حتى يثبت في الزهر صحيح هذا هو كلام فضلت الشيخ الزغرول حسن أحمد حسن عميد مع الفتيات ولاة خليفة لديه السنوي هذا أنا رجل هذا أنا له مثابة كبيرة في حياتي والفضل كل الفضل إن رأيتم خيرا في الساعة فيرجع لهذا الرجل نعم 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 حفظني القرآن وبفضل الله سبحانه وتعالى وبفضله حصلت على جوائز عديدة في مندخة السجل الأزهرية وفي معهدي وأيضا حصلت على جوائز عديدة في مستوى الجامعة بفضل الله سبحانه وتعالى حصلت للمستوى الأول حيز العول على مستوى جمهورية على استوى من إخصة السجل الأزهرية إن شاء الله في حفظ وتروة القرآن الكريم والخطابة بفضل الله سبحانه وتعالى في البلد عندنا في القرية يعني الحمد لله يعني القرآن أنار لنا الطريق وثبتنا على الخطأ المستقيم اللهم لك الحمد والشك القرآن يا شيخ سعد يضبط اللسان ويضبط الجوارح ويضبط الإنسان لا يكون طفلا عاديا وإذا كان في مراهقة لا يكون مراهقا كأي مراهق وإنما يكون منضبطا في كل أحواله بسبب ميزان القرآن الكريم لأن القرآن بنور القلب ويضفي على الوجه بهاء ونوع من أنواع الجلال لأن كلام الله سبحانه وتعالى فمن حمله في قلبه جعل على وجهه نور فالله سبحانه وتعالى نور وأنزل القرآن وهو النور على قلب حبيبه صلى الله عليه وسلم النور الذي قال في حقيقة جاءكم من الله نور وكتابه مبين النور هو رسول الله والكتاب هو القرآن الكريم بارك الله في من ربك وعلمك وأسأل الله سبحانه وتعالى وأنا من خلال من برخانة الرحمة أنا بوجه شكري وتقديري واحترامي واعتزازي والجزمة اللي بيلبسها والد الكريم أضعه تاجا طيلا حياتي أحسنت يعني أنا شايف أنه الابن لا بد أن يكون قافض الجناح لوالدي نعم لسيما هذا الأب الذي علمه وربه وأنتجه وكبر وراعى واهتم علميا وثقافيا واهتم وبدأ بالقرآن يا دكتور محمود ودين الناس يوما سوف يقضى ودين أباك لن تقوى عليه وينشأ ناشئ الفتيان ومنا على ما كان عوده أبو ربنا على إيه علمنا إيه حفظنا إيه إيه كان منظور التربية بخلال منبره الخاص نتكلم على الدين نعم لأنه قضاء الدين الوالد لا يقضى مهما قضيت ديون البشرية بأسرها نعم لن تستطيع أن تقضي دين هذا الرجل صحيح أحسنت هو مشايخنا وعلماءنا كانوا يعلمون يقولوا علموا أولادكم القرآن القرآن يعلمهم كل شيء سيعلمهم كل شيء لأنه إذا أنت وضعت الأبناء أو البنات في طريق القرآن القرآن سينير الطريق نعم حتى أن القرآن ينير طريق الإنسان في الحياة وفي الآخرة نعم فكان من دعاء الصالحين اللهم أجعل القرآن لنا في الدنيا قرينة وفي القبر مؤنسة وعلى الصراط نورة ويوم القيامة شفيعا ومن النار سترا وحجابا ومن دعاء الصالحين أيضا اللهم ألبسنا بخلعة القرآن وزيننا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن ونجينا من النيران بحرمة القرآن وجملنا بأخلاق القرآن على عرفات أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا وللمشتاقين وكفا على جبل عرفات يعد العام استمعت إلى أحد أهل القرآن وهو يدعو ربه تبارك وتعالى ويقول اللهم ارزقنا بالقرآن اللهم فرحنا بالقرآن اللهم جملنا بالقرآن اللهم أقلقنا بأقلق القرآن اللهم أسعدنا بالقرآن فاتسمته من قلبي وكأنه بحث عن أصل الحقيقة وأصل التراث لأن القرآن كما تعلم منهج حياة تدري يا شيخ سعد من خلال دراستك الأزهرية وعمامتك التي تحملها على رأسك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها تاجا وقورا محفوظا في العالمين بإذن الله تعالى أن القرآن منهج حياة ودستور قيم وكتاب تربية وتهديب وأخلاق لأنه في قلب صفحات القرآن خاطب ربنا تبارك وتعالى حبيبه فقال وإنك لعلى خلق عظيم وقال له واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا كيف نتناول هذا المنهج القرآن منهج حياة الحمد لله الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأسكتت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في محكم التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبنا وحبيبنا وقائدنا وقضوتنا ومعلمنا ومربينا وأستاذنا وصاحب الفضل على أمة محمد سيد الخلق سيدنا محمد نعم يا دكتور محمود فالقرآن هو منهج حياة فالحياة الحقيقية هي التي تسير وفق منهج القرآن وبغير منهجه فليس ثمة حياة وإن رأها الناس كذلك قال الله تعالى أَوَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَفَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بل هو الروح فهل حياة بغير روح قال الله تعالى وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَ إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نورا نهدي به من نشاء من إبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور وحياة بغير روح لا تكون فمتى سلبت الروح ذهبت الحياة وكيف لا يكون القرآن هو الحياة وفيه كل ما يطلبه الإباد في معاشهم وما يسعدهم في معادهم فيه نظام الأسرة ونظام المجتمع ونظام الحكم ونظام القضاء ونظام السياسة فيه تقويم الفكر فيه تهذيب السلوء فيه تهذيب النفس فيه بيان حق الوالد على ولده وحق الولد على والده وحق الزوجة على زوجها وحق الزوج على زوجته فيه بيان حق الحاكم على المحكمين وحق المحكمين على الحاكم فيه بيان حق الأخ على أخيه وحق أولي القربة وحق الجار على جار وفوق ذلك كله فيه بيان حق الله على عباده فهل يا ترى تكون الحياة شيئا غير ذلك لقد تكفر الله جل وعلا لمن أخذ بالقرآن وحفظ به وعمل به بأنه لا يضل في الدنيا ولا يشق في الآخرة فقال فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشق وبيّن أن من أعرض عني القرآن فإن له معيشة ضنكة فقال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة بل لقد وصف الله أولئك المؤردين عن القرآن بالعمى فقال ونحشره يوم القيامة أعمى هنا يخاطب ربا قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصير قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أصرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعزاب الآخرة أشد وأبقى لقد أمر الله رسوله الكريم أن يجاهد بهذا القرآن فقال وجاهدهم به جهادا كبيرا أي اتلوا القرآن وأقم الحجة عليهم يا محمد وقد تكفل الله جل وعلا بأن من يحفظ القرآن أن الله يعزه ويرفعه فقال جل وعلا بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون صحيح فجعل الله تعالى الذي يحفظ القرآن في مكانة عالية ومنزلة عظيمة وإن كان له من أسباب الضئة بين الناس وعدم الالتفات إليه وإن كان ليس ذا نسب يرفعه وليس ذا مال يكثره فإن الله عز وجل يرفعه ويعز شأنه بفضل هذا القرآن وفي المقابل يعتبر سيدنا النبي ذم من يهجرون القرآن وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورة نعم وكمان في القرآن الكريم تجد أن الله سبحانه وتعالى تحدث عن الكتاب الذي تسجل فيه الحسنات والسيئات وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاف قد تحدث عن النكاح وعن الطلاق وعن الرضاع وعن أحكام الأسرة وعن حقوق النساء بل أفرد سورة في القرآن هي السورة الرابعة في ترتيب المصحف الشريف سورة النساء سورة النساء بل جعل من جمال القرآن ومن عظمة القرآن أنه قراءة سورة الإخلاص ثلاث مرات تعدل ثلث القرآن مركة القرآن سورة الكافرون تعدل ربع القرآن ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليهما في صلاة الفجر ويقرأهما في الركعة الأولى والركعة الثانية لو أردنا أن نستخرج دليل من قلب القرآن على إعجاز القرآن كيف نتحدث عن هذا الدليل؟ القرآن هو كلام الله جل وعلا وهذا أعظم دليل على إعجاز القرآن فمصدرية القرآن دليل على إعجازه صحيح القرآن هو كلام الله الذي يصل فضله على كل كلام كفض الله على كل الخلق القرآن هو كلام الله الذي تحدى به البشرية عامة وتحدى به المشركين خاصة وما زال التحدي قائما إلى يوم القيامة كما قال الله تعالى قل لأني جتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة فعجزوا فخفف الله التحدي إلى أقل درجاته فتحدهم أن يأتوا بصورة واحدة من مثل سور القرآن فقال أم يقولون افتراء قل فأتوا بصورة من مثل وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فعجزوا فقال الله تعالى وإن كنتوا في ريب مما نزلنا على عبدنا أي في شك فأتوا بصورة من مثل وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين انظر إلى الوعيد والتهديد فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجرة أعدت للكافرين كلام الله جل جلاله ألا وهو القرآن الكريم الذي لو أنزله على جبل لتصدع الجبل من خشة الجليل صحيح قال سبحانه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشة من من خشة الله وتلك الأنفال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الذي أبهر الوليد حينما استمع إليه من فام سيدنا إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمت وإن أسفله لمغدر وإنه يعلو ولا يؤلع عليه انظر إلى شهادتي في القرآن أظن أن الوليد وجد أن هذا الكلام ليس من عند البشر ولا استطيع بشر أن يأتي به حتى وإن كانوا من أهل البلاغة والفصاحة أو كانوا من العرب البلغاء لأنه استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يعجزه بهذه الكلمات لما قرأ عليه مطلع صورة فصلة ومن حسن الطالع أن مطلع صورة فصلة تبدأ بالحروف المقطعة حاميم وبعدين يصل إلى كلامه سبحانه وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إلي واستغفروا وويل للمشركين المشركين هنا أنا أوقف معك وقفة إيمانية تخيل أن المشركين أنفسهم كانوا يخشون على أنفسهم من سماع القرآن الكريم كانوا يخشون على أنفسهم من سماع القرآن الكريم لماذا؟ لأن القرآن الكريم كان يصدع عناد الكفر والكبر في قلوبه هو ربنا بيقولك يحرك الجبل ليس يحرك البشر نعم بل في السنة الخامسة من البعثة النبوية المطهرة انطلق النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي إلى الله جل وعلا على مرأة ومسمع من صناديد الشرك والكفر فكانوا يكرهون ذلك حتى قال اللعين أبو جهل أيعفر محمد وجهه بين أظهرنا بمعنى أن يسجد محمد لربه على مرأة ومسمع منا في الكعبة واللات والعزة إن أتى محمد ليصلي لأضعن عنقه أي لأضعن رجلي أو حزائي على عنقه وهو ساجد بينينا ربه فلما سجد النبي انطلق النعين أبو جهل وهو تهيأ له نفسه أنه سيطعن عنق النبي وهو ساجد فلما اقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد إلى الخلف يجر وكأنه يرد عن وجه شيئا فلما اقترب من المشركين قالوا ماذا يا أبا الحكم لماذا رجعت لماذا جريت بهذه الصورة المزيرة فقال إن بيني وبين محمدا خندق من نوار وهولا وأجنحا فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال قولته الجميلة والذي نفس محمد بيده لو دن مني أي لو اقترب مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا الشاهد على ذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي لله جل وعلا والمنشركون ينظرون إليه بتغيض شديد ورفع الحبيب صوته بالتلاوة وكان يقرأ صورة النجم وأرجو أن تتصور معي حلاوة وجمالة وعظمة وروعة القرآن وهو يخرج من فم الحبيب العدنان صلى الله عليه وسلم فليست التلاوة الآن لبشر عادي النبي هو الذي يطلو والمشركون يسمعون القرآن والله دائما من أمنياتي أن نسمع القرآن في الجنة بصوت النبي العدن صلى الله عليه وسلم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا هذا المراد نعم ليست التلاوة الآن لبشر عادي النبي هو الذي يطلو وقرأ صورة النجم الكاملة وعندما قرأ في أواخر الصورة أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كشف أفمن هذا الحديث تعجبون أي القرآن وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله وأعبدون فخر النبي ساجدا لله اسمع كده دكتور محمود فلم يتمالك أحد من المشركين نفسه فخروا ساجدين خلف رسول الله دون إرادة منه نعم لأن أسجدهم المولى سبحانه وتعالى بكلامه الحقيقي الذي لامس القلوب دون دراية لأنه في هذا التوقيت أظن أن القرآن تسلل إلى قلوب هؤلاء فمسها لكن لم يوفقون إلى هداية التوفيق وفقوا إلى هداية الدلالة نحن من هذا المنبر نطلب بهذا التوفيق إلى كل هداية صحيح سجدوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتمالك أحد من المشركين نفسه فخروا ساجدين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من بركة وفضل وآظمة وروعة ذاق القرآن والحديث رواه الإمام البخاري سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمشركون وسجد معه الجن والإنس وهذا هو السر الذي جعل المهاجرون يهاجرون من بطش مكة وأنكروا ما فعلوه وما صنعوه خلف النبي نعم والجن الجن هم الذين يتحدثون عن القرآن قال ربنا جل وعلا في القرآن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا ماذا قالوا قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا خد بلك أنه يهدي إلى الرشد هو إصابة كبر الحقيقة نعم معنى الرشد معنى عالي جدا 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 لأنه معنى أن يصل الإنسان إلى الرشد أو ما نسميه نحن في زماننا بسن الرشد هو سن الخبرة والفهم والتأني والدقة والحكمة ومن هنا جاء القرآن الكريم ليعلم الإنسان الرشد على لسان الجن يقولوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به سبحان الله العظيم بالقرآن تحولت الأمة العربية إلى أمة مسلمة طيب هاخد من كلام حضرتك هنا بقى بالقرآن تحولت الأمة العربية إلى أمة مسلمة حق القرآن على هذه الأمة لأن القرآن له حقوق ليس حق يكتفى به عند البعض مش حول الكل كمان للأسف أنه كل يوم أنا الليل وأطراف النهار نبدأ بقراءة القرآن أو بعض الناس يتبرك بقراءة القرآن أو بعض الناس يعالج بالقرآن أو 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 إنما للقرآن حقوق على هذه الأمة ما هي الحقوق التي تراها واجبها على أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي أنزلها الله على حبيبه صلى الله عليه وسلم المنهج وضع في القرآن في سورة ضاها فقال ضاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أي لتشقى به ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى به أو لتشقى الأمة من بعدك بل قد أنزل الله عليك القرآن لتقيم به أمة لتحيى به دولة لتسعد لتسعد به البشر في الدنيا والآخرة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا فإن القرآن في بشرياته أو في بشاراته للإنسان سعادة على اللسان على القلب والجنان على الروح لأنه أعظم الذكر هو القرآن وقال الله في قلب القرآن الذين آمنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله مئنان القلب يأتي بالقرآن لا بذكر الله تطمئنوا قلوبهم ننظر إلى نظرة إيمان إلى حياة السلف الصالح بالقرآن تحولت الأمة العربية إلى أمة مسلمة أذلت الأكاسرة وأهانت القياسرة وغيرت مجرى التاريخ في دنيا الناس إلى واقع عمل يتعلق سموا وعظمة وجللا بفضل هذا القرآن يوم أن نطق العربي في قلب الجزيرة كلام الله بل تفاعلوا مع القرآن بصورة مذهلة للعقول في هذا الزمان حتى قال لا أقول صحابيا بل أعربيا سمع رجلا يوما يتلو قول الله جل وعلا وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما إنكم تنقود فقال الآربي وليس صحابيا منزل الذي أغضب الجليل حتى يقص إلى هذا الحد من التفاعل مع القرآن نعم أقول لك يا دكتور محمود كانت الآية تنزل فيقرأها النبي فتتحول في التو واللحظة إلى واقع لذا كان الصحابة في المدينة يشربون الخمر ولم تحرم بعد فلما دخلت صحابي عليهم وكؤوس الخمر بين أيديهم وقرأ عليهم قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون والله ما أكمل صحابي جرعة الخمر في يديهم وضعوها ما قال نكمل هذه الجرائر وهذه الكؤوس ننتهي لا والله بل قام أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه فسكب أنية وجرار الخمر وسكب الصحابة الخمر في الشوارع حتى سالت في ضرقات المدينة وقالوا على لسان رجل واحد سمعنا وأضعنا غفرانك ربنا وأليك المصور كمان موقف سيدنا الصديق رضي الله عنه في حادثة الإفك لما نزل قول الله وَلَا يَأْتَلُوا لِلْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالْسَعَةِ أن يؤتوا للقرب والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفو وليصفحو كان قد قطع المعونة والعطاء عن مصطح بن أثاثة وهو الذي خاض في حق أم المؤمنين الحصان الرزان عائشة رضي الله عنها وأرضاه فلما نزل هذا الكلام واستمع إليه الصديق بقلبه وسمعه إذا به يبكي ويسأل حضرة النبي أهذا الكلام لي قال نعم قال إذن لأعطينا لمصطح ما كنت قد منعته عنه قرار انضباط أعلى درجات ضد النفس ليس فيهم فعالية بالعكس ده قرار قزم غيز وقرار عفو غريب أنا لا أتصور أنه في إنسان مننا يستطيع أن يأتي بهذا العفو مباشرة بعد سماعه لكلام الله إلا أن الصديق رضي الله عنه أراه أن القرآن قد وصل إلى قلبه وعقله وروحه فتملك منه فأخذ القرار في نفس التوقيت لأعطينا لمصطح ما كنت قد منعته عن رغم خوضه في حق أم المؤمنين عائشة رغم كذبه وافترائه وتدليسه بالكذب والافتراء لكن نزل كلام الله على قلب الحبيب يجبر بخاطر أم المؤمنين فقال سبحانه وتعالى عن حادثة الإفك إن الذين جاءوا بالإفك عصبتهم منكم لا تحسبوه شرا لكم دره هو خير لكم كل منه منهم ما اكتسب من الإسم ما اكتسب من الإسم شوف بقى الصديق مجرد ما ينزل الكلام ويجي يسمع الكلام ويسمع إنه وليعفو وليصفحو ألا تحبون أن يغفر الله لكم يبكي ويقول والله إني لا أحب أن يغفر الله لي لا أعطي أنه لمصطح ما كنت قد منعته عنه هديله فلوسه وديله المصرفات بتاعته واجبله ملابس واجبله أكل واجبله شرب مش مهم من عصى الله فينا نتقل لها فيه منهج لا يستطيع أن يصل إله إلا الأكابر من هؤلاء الذين تحكم القرآن في قلوبهم وانتفضوا للقرآن جوارحهم وذهبوا سريعا ليضبقوا هذا الكلام الغالي العظيم إلى واقع عملي في دنيا النار يحضرني قول عثمان حينما قال في حق القرآن والله لو ظهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا الله 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 أقول يا دكتور محمود لما حوص إذا القرآن يحتاج إلى قلوب طاهرة أو وعاء طاهر قبل ذلك في الفؤاد وفي العقل في بداية سورة البقرة أخبر الله تعالى فقال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضى ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون فلابد من طهارة القلب لدخول آيات القرآن في القلب يا السلام أقول لما حولوا الصحابة القرآن الكريم إلى واقع عمل ومنهج حياة سادوا الأمم وحولوا العالم كله إلى عالم كثيب أهيل وأحلوه ركاما في ركام في فترة لا تسوي في حساب الزمان شيئا أطلاق لما قرأ العربي في الجزيرة كلام الله وتحرق القرآن في قلبه وانتفرض القرآن لجوارحه صار قائدا فوالله ما عرفنا عمر عمر الذي كان يفرق بين الحق والباطل لذلك سمي بالفرق ما عرفناه وما عرفنا الصديق أبا بكر وما عرفنا خالد بن الولي سيف الله المسدول وما عرفنا أبي بن كعب وما عرفنا سعد بن أبي وقاص وما عرفنا الصحابة كلهم إلا بعد أن أحيهم ربنا تبارك وتعالى بفضل هذا القرآن إلا بعد أن أخرجهم ربنا سبحانه وتعالى من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد والإيمان بفضل هذا القرآن الذي كان يتلوه عليهم النبي وعليه أفضل الصلاة والسلام ويجي سيدنا خالد بن ولي سيف الله المسدول بعد كل هذا الدفاع عن الأرض والعرض ورفع راية الإسلام والجهاد والمعارك يبكي وهو يمسك بمصحفي ويقول شغلنا عنك الجهاد نزر فيه قرآن خالد بن ولي ظرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له مالا ممدودة وبنين شهودة ومهدت له تمينة ثم يطمع وعلى زد كلا إنه كان لآياتنا عنيدة سأرهقه صعودة إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البصر سأستيه سقر وما أدرى كما سقر والنبي صلى الله عليه وسلم النظر إلى شهادته فيه فقال فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يشحدون يا سلام لما ظلت الأمة ترفل في ثوب الإزة والكرامة وهي تطبق آيات وأحكام هذا الكتاب فلما نحت الأمة أمر القرآن صارت الأمة قطعة مستباحة لأمم الأرض وأعلنها أعداؤنا مرارا وتكرارا في الصباح والمساء لابد وإن يظل القرآن الكريم بعيدا عن صحة المعركة أتعرف السر؟ لأن القرآن لو وضع إلى ساحة المعركة لأصبحت المعركة إلى جهاد في سبيل الله نعم وما أسكت ساكن في مسلم حينما حرق القرآن في دولة ما وظل قلب كل مسلم غير على دينه وعلى إسلامه وعلى هذا القرآن فقال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال قالوا إنا سمعنا وأضعنا غفرانك ربنا وإليك المصير يعني لو أردنا من خلال هذا الكلام في رحاب الأزهر أن نزف البشرى لأهل القرآن لا سيام هؤلاء الأطفال الذين يعني تأخذهم الإنبهار الأضواء والشهرة والبرامج الموجودة تيك توك وإنستجرام وفيسبوك وحاجات وبعدين يعني وهم أو حب الشهرة أو الحلم الغريب السريع أنا عايز أبقى حاجة كبيرة عايز أبقى لاعب كبيرة عايز أبقى ممسل عايز أبقى فنان عايز أبقى تريند إلى الهدوء والتأني والتؤدة في حفظي وفهمي وتلاوة وتدبر معاني القرآن الكريم فنزف البشرى لأهل القرآن كيف نبشر هؤلاء ونتحدث إليهم بشرى لأهل القرآن صاحب القرآن يسعد بخمس مراتب الربانية الصحبة اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة سفيعا لأصحابه الرفعة اقرأ وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها الخيرية خيركم من تعلم القرآن وأهلم الأهلية النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لله أهلين من الناس أهل القرآن هم أهل الله وخاصته نعم الله ما قالنا منهم يا رب فلابد دائما صاحب القرآن في سعادة وفي زيادة وفي علو وفي رفعة بفضل هذا القرآن وبكرامة هذا القرآن وبجميل هذا القرآن فبالقرآن تحولت حياتنا إلى منهج حياة انطبقنا القرآن ونظرنا إلى الآيات القرآن ودلائله ونظرنا ومعنا النظر في آيات القرآن الكريم لوجدنا أن القرآن لنا نورا وشفيعا لنا يوم القيامة فلا بد وأن نستمد من آيات القرآن الكريم الحكم والعظاة والعبر بصفتك ابن من أبناء الأزهر وطالب من طلاب الأزهر إلا أنا شايف فيهم نبوغ بإذن الله تعالى وشايف إن شاء الله طريق مفتوح أمامكم لو أردت أن نوجه رسالة من أبناء الأزهر إلى أبناء الأزهر من أحد أبناء الأزهر يعني رسالة منكم وإليكم ما هي الرسالة وكيف تكون صيغة هذه الرسالة التي توجه إلى هؤلاء الأبناء أوجه رسالة بصفة إطالب في كلية الشريعة القانون بجامعة الأزهر فأقول أبناء الأزهر تمسكوا بهذا القرآن فيه النجاة وفيه حبل الرشاد وفيه الوصول إلى طريق الله تعالى بحب واقتداء نعم الله الله أجمل شيء في أزهرنا دكتور محمود أننا تربينا ونشأنا على حفظ وتلاوة القرآن فلا يمر عليك يوم إلا وأنت تقرأ وتحفظ وترتل وتجول فكفى بها نعمة وإن لم يكن غيرها في الأزهر الشريف الأزهر الشريف علمني كيف أكون إنسان بأخلاقي وبمبادئي وبأصولي وباعتزازي لأكبر مؤسسة علمية تعليمية ثقافية في العالم كله أحسنت الأزهر الشريف فخر لنا في كل مكان وزمان سيدنا الشيخ عبد الحليم محمود والذي تشرفته بتناول التربية الروحية في حياته بينه وبين ريني جينو في عبد الواحد يحيى في رسالة الدكتورال خاصة به سيدنا الشيخ عبد الحليم محمود كان يقول إنه إذا كانت الكعبة هي قبلة المسلمين للصلاة على مستوى العالم فإن الأزهر هو كعبة العلم أو قبلة العلم على مستوى العالم لأن الأزهر والذي علم الدنيا كلها الإسلام وسيدنا الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله كان يغرد في هذا السرب ويقول إن مصر هي التي علمت الدنيا الإسلام حتى في البلد الذي نزل فيه الإسلام لأنه يعني سيدنا الشعراوي عليه رحمة الله وكان يلقب بإمام الدعاء وحق له أن يلقب وسيدنا الدكتور عبد الحليم محمود كان رجلا صافيا صالحا صادقا مخلصا وكان فضيلة الإمام الأكبر في وقته وفي حينه أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل على قبله شاءبي والرحمة والرضوان كانوا يتمسكون بعمائمهم الأزهرية وينتجون من خلالها كلاما تورثته الأجيال فيه نور فيه صفاء أظن أن أروقة الجامع الأزهر الشريف فيها الإخلاص ومرت على ترابه أو مر على ترابه الأولياء الأصفياء الأنقياء الذين ملؤوا الدنيا علما فصار هذا العلم في قلوبنا وفي عقولنا نوصله كابر عن كابر بالتواتر عن العلماء ولذلك دائما ما نتحدث دائما في رحاب الأزهر حتى التتر بتاع البرنامج بتاعنا يتغنى للأزهر الشريف وأنه فخر للأمة وللناس وأنا أتحدث عن الأزهر وأقول أنا أزهري والعمامة تاجي مهما حييته فأزهري منهاجي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الأزهر وأن يحفظ شيخ الأزهر وأن يحفظنا كطلاب في الأزهر وطلبة علم في الأزهر الشريف وأن يعني يجعل هؤلاء النوابغ دائما مع القرآن وفي القرآن وبالقرآن في طريق النور بإذن الله تعالى أقولوا لأبناء الأزهر تمسكوا بأزهريتكم وقفوا شامخين وقلوا بفمن يملأه الفخر والحماسة أنا ابن الأزهر الحال أنا الإسلام رباني أنا من جئت للدنيا لأرفع شأن أوطاني أقول الحق لا أخشى عدوا عنه ينهاني لواء الدين أرفعه وأستقوى بإخواني هوان العرب أرقني وبأس الغرب آذاني وصمت القوم آلمني وجرح الإز أدماني أنا ابن الأزهر الحاني أنا الإسلام رباني أنا من جئت للدنيا لأرفع شأن أوطاني أقول الحق لا أخشى عدوا عنه ينهاني أنا شمس أنا قمر أنا ري لضمآني ربوع العلم تعرفني وفي المحراب تلقاني ويوم الحرب عاصفة تدمر ما بن الجاني أنا ابن الأزهر الحاني أنا الإسلام رباني أنا من جئت للدنيا لأرفع شأن أوطاني ما دام الأزهر موجودا فالخوف على الدين مفقود يا مصر نادى المخلصون وكبروا لما تجلى في سماك الأزهر من ألف عام بل يزيد ومجده في قمة التاريخ لا يتقهقر صان التراف وصان دين محمد وحم الشريعة والحقيقة والهدى ممن ضغوا وبغوا عليه وزوروا يا مصر فيك النيل عذب سائغ لكن أزهرنا الشريف الكوسر من ألف عام بل يزيد ومجده في قمة التاريخ لا يتقهقر يا مصر نادى المخلصون وكبروا نادى وكم نادى وقال لقومه لا عنف لا إرهاب لا تتحجروا نادى وكم نادى وقال لقومه إن تنصروا رب البرية تنصروا نادى وكم نادى وقال لقومه الدين يسر للحياة فيسروا الأزهر مهد الحضارة ومهد الوسطية وهو المنهج القويم ويكفينا شرفا أن أبناءه يأتون من كل أنحاء العالم ليتشرفوا بحصولهم على لقب طالب أزهري أنا ابن الأزهر الحاني أنا الإسلام رباني أنا من جئت للدنيا لأرفع شأن أوطاني بهذه الكلمات العطرة أختموا هذا اللقاء وأسأل الله أن يبارك في عمر مولانا المحدث والأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم صاحب هذه القصيدة الرائعة التي تلاها علينا منذ قليل الشيخ سعد زغلول وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الأزهر وفي علماء الأزهر وفي شيخ الأزهر وفي كل من يدخلون إلى أروقة الأزهر ويتعلمون من طلاب الأزهر ومن برنامج في رحاب الأزهر نحيي كل إنسان يحب الأزهر شكرا جزيلا يا شيخ سعد أشكرك على هذه الرسالة الجميلة وصحبة العلماء ما بعدها صحبة الله يحفظك وبرك فيك وأشكر حضراتكم جزيلا شكرا والتقدير على أمل التواصل معنا على صفحة الفقير إلى الله على الفيسبوك صفحة الشيخ نحمود الأبيدي تواصلوا بأسئلتكم واستفساراتكم وتوجيهاتكم بإذن الله تعالى نرد عليها في لقاءتنا المقبلة ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الصواب والإخلاص والسدد والتوفيق والعون والمدد كل عام أنتم بخير بل أنتم الخير لكل عام من أراد أن يترك في الناس علامة فليقبلهم وعلى وجه ابتسام وحيى حضراتكم وكلكم في أمان الله موسيقى موسيقى موسيقى